بسم الله الرحمن الرحيم تبين أن لهذه المادة عددا من الفوائد الطبية حيث تبين أن هذه القشور تحوي عددا من الفيتامينات والأملاح والمعادن الضرورية للإنسان وعندما تنزع قشور حبات القمح نخسر هذه المواد ولذلك ينصح الأطباء اليوم وبخاصة مرضى السكر والقلب وضغط الدم بأكل القمح كاملا مع قشوره وهذه الفوائد لم تتضح إلا في القرن العشرين العجيب يا أحبة أن نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم كان يأكل القمح كاملا لم ينزع قشوره أبدا كما روى البخاري في الحديث الصحيح ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله أي لم يكن ينزع قشور القمح مع لالم أن هذه العملية كانت معروفة زمنهم عليه الصلاة والسلام وهنا ندرك أن هذا النبي أعطانا سرا قبل 1400 سنة أنه كان لا ينزع قشور القمح بل يأكله كاملا لماذا؟ ليعطينا إشارة أن هناك فوائد عليكم بالالتزام بها لذلك أخي المؤمن ثق تماما أن التزامك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حرفيا سوف يقودك إلى صحة أكثر إلى سعادة أكثر وإلى أن تكون رفيقه في الجنة يوم القيامة ماذا تطلب أكثر من ذلك؟ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين حتى يتبين لهم أنه الحق